تسأل عن علامات الوقف تقول يعني بعض الناس للأسف ما يقف عند علامات الوقف في القرآن تقول أحيانا يكون يعني إذا استمر في القراءة يتغير المعنى ما حكم ذلك أختي كريمة بارك الله فيك طبعا بالنسبة لكتاب الله عز وجل خدمه العلماء خدمة عظيمة ومن جملة الخدمة لكتاب الله عز وجل التشكيل تشكيل الآيات القرآنية حتى الناس يقرأون قراءة سليمة وأيضا من جملة ذلك ما يتعلق بعلامات الوقف مثلا مثل قضية الوقف اللازم والوقف الجائز فبالنسبة للوقف الجائز هذا ما يلزم لكن الوقف اللازم الواقع بأن الإنسان إذا قرأ واستمر واسترسل في القراءة يتغير المعنى ولذلك أخت الفاضلة ليس كل أحد يعرف هذه الأشياء وأنما طلبت العلم ويعرف أيضا من له عناية بكتاب الله عز وجل وحضور حلقات القرآن مثلا يأخذون عن المحفظين ولذلك من الخطأ أن الناس لا يتعلمون الأحكام المتعلقة بكتاب الله عز وجل فلذلك أنا أؤكد على ما ذكرته الأخت كريمة فيما يتعلق بموضوع الوقف اللازم الواجب هذا اللي يضع له علامة حرف ميم صغير هذا يجب على القارئ أن يقف عند هذه الآية لأنه لو واصل سيتغير المعنى سيتغير المعنى وهذا يتأمله الإنسان إذا قرأ الآيات يتغير المعنى بارك الله فيك ترجمة نانسي قنقر